ده إيلون ماسك واحد من أكتر رجال الأعمال لأفكارهم مجنونة وغريبة زي إنه بيفكر يعيش على المريخ وينقل البشر معاه إيلون ماسك غني جدا لدرجة إن لو صرف مليون دولار يوميا هيصرفهم في 673 سنة والروتين بتاعه هو لخليه أغنى رجل في العالم عشان كده قررت أجرب الروتين بتاعه وده لإني في رحلة للبحث عن أفضل روتين في العالم وبجرب أكتر من روتين زي روتين أندرو تيت وستيف جوبس وتسلا وأينشتاين وناس تانية كتير وفي نهاية كل روتين هقايمه من عشر ابتدى اليوم بالصحان الساعة 7 الصبح وأول حاجة بيعملها إيلون ماسك هو إنه بيمسك موبايله وبيرد على الإيميالات لمدة 30 دقيقة أنا بجد مش بحب الناس اللي بتصحى الصبح وتمسك موبايله على طول وده لإني بحاول أبتعد على الموبايل أولا لمسحه قدر الإمكان لإنه بمجرد ما بيمسك الموبايل بسرح والوقت بياخدني في إيميالات بقى لها كرون مردتش عليها وده ليرد على الإيميالات لأنه عنده 3-4 شركات فده طبيعة جدا بس أنا واحد غالبان شغال في الشركة ودهوبك بصنع محتوى فمعنديش كمية الإيميالات دي بس أهوت هنبدأ نرد على الإيميالات الناس اللي كانت بعتلنا وبعد ما بيرد على الإيميالات بياخد شاور وبيقول إن الشاور من أفضل الحاجات اللي بتساعده إنه ياخد قرارات كويسة وإن الناس مش معقدار إيمة الشاور وبعد الشاور بيبدأ شغل على طول طبعا إيلون ماسك بيشتغل 14 ساعة في اليوم عشان كده طول اليوم هيبقى فيها عدات ساعات فوق هنا عشان نعرف هنقدر نشتغل قد إيه بالظهر وطبعا اللي 14 ساعة دول بيكون مؤسمين بين تسلا بسبس اكس ودهوبورينج كامباني 3 شركات بتوعه اه ونسيت تويتر اللي هو دلوقتي إكس وإيلون ماسك مهتم جدا إنه ينجح تويتر في الفترة الحالية وعشان كده هو بيقضي معظم وقته في تويتر دلوقتي وكان فيه حاجة مهمة لازم أعملها قبل ما أبدأ شغل إيلون ماسك بيكره حاجة اسمهم بايلات أي حاجة فيها اتصال مش بيرد عليها فده ما بيخالي التيم بتاعه يبعث له إيميلاد بدلا من إنه يتصل بي فلالنهاردة هبعت له كل التيم محدش يتصل بي بس بعته لإيميلاد وأنا شايفين دي من الحاجات اللي بتاخد وقت كتير جدا لإن الاتصالات بيكون فيها كلام كتير بدون فايدة ولكن الإيميل بيكون مختصر بدون أي مقدمات وبتاخد منه المعلومة في أسرع وقت متهيالي دي أكتر حاجة ممكن تعجبني في روتين لإن أنا بصراحة بقى قلق جدا لما حاجة بيتصل علي وبعد ما بعدت للتيم دلوقتي أنا جاهز للشغل بكل التركيز بدأت أشوف إيل مطلوب مني في اليوم ده وحطته في التو دوليست وطبعا كانت كلها مهام وقعية وأقدر ننفسها في يوم واحد وإيلون ماسك مش بيحب يتمرن في الجيم عشان كده في الجيم النهاردة وهيكون اليوم كله عبارة عن شغل كملت شغلي في البيت ونزلت أروح الشركة وكده بيشتغلت ساعتين بس من أصل 14 ساعة طبعا إيلون ماسك بيوصل ولاده وهو ناجل بيوديهم المدرسة بس أنا ابني لسه صغير وما بيروحش المدرسة ولكن كان فيه مشكلة كبيرة وهي أن إيلون ماسك مش بيفطر نهائي أنا حيث إن كل الناس الناجحة بتعمل سيوم متقطع طبعا ما فيش أكل لحد الساعة 12 الده أحسن حاجة نواب الشباه وصلت الشغل وما ضيعتش وقت واشتغلت على طول إيلون ماسك قبل ما يبدأ شغله بيعمل حاجة اسمها من داكمة الوقت بيبدأ يفتح الكالندر بتاعته وشوف كل المهام اللي عليه ويحاول رتبها كلها في خمس دقائق إيلون ماسك بيحب يعمل ميتنج صغيرة في بداية اليوم عشان كده أي ميتنج هعمله النهاردة هيبقى عشر دقائق بس عندي ميتنج كتير أول نهاردة وعملت ميتنج ورا ميتنج ورا ميتنج لحد ما خلصت فعلا وبعد ما خلصت كمية الاجتماعات دي بدأت أشتغل على التسقات اللي عندي وحاول أنجز فيها قدر المستطاع لحد ما الساعة جاءت 12 الدهر وكده كنت اشتغلت أربع ساعات بس ولسه بقى عشر ساعات وكنت فعلا هموت مجوعة إيلون ماسك بيتغدى الساعة 12 ومعندوس نظام غذائي وأخله مصحي تماما أهم حاجة يكون أكل سريع وقليل السعرات عشان كده أكلت فاتت الشوارمة اللي كان نفسي فيها ولكن إيلون ماسك بيتغدى في خمس دقايق بس مش عارف إزاي وبيتغدى وهو شغال وبيعمل ميتنجز حتى وقت الغداء يا ربي بس أبغاني بعد الفرهادة دي كلها دي تلات كوبات قهوة ده أحسن حاجة في الروتين الصراحة الراجل ده مش بيعمل حاجة في حياته غير أنه بيشتغل وبس كمية شغلة رهيبة وبعد الغداء رجعت أشتغل تاني وكان هراء تسكت كتير جدا عشان كده كان لازم أخذ بريك كل شوية وقوم أشرب مية وابعد عن الشاشات قدر المستطاع عشان عرف أكمل وكنت دايما بحاولة تنقل في الأماكن في الشركة عشان انتاجية تكون أكتر وعرف أنجز شغلة أكتر وحتى الميتنجز كنت بحاولة أعملها في أماكن مختلفة وكده الحدي دلوقتي اشتغلت أكتر من سبع ساعات ولسه فاضل سبع ساعات زيهم ولكن حرفيا مش عارف ازاي هعمل كده إيلون ماسك تولد في جنوب إفريقيا بس هو قدر يخلصه في ثلاث يام بس وأسس أول شركة له في التسعينات وكان اسمها زيب تو ودي كانت فكرة عبقرية لتطوير نظم المعلومات الجغرافية للشركات الصغيرة بعد كده أسس شركة اكس دوت كوم اللي بقى اسمها بعدين باي بال واحدة من أقوى المواقع والشركات اللي غيرت تاريخ التعاملات المالية للأبد عشان بعدها يأسس شركة تسلا سنة 2004 وهدفه كان تطوير سيارات كهربائية تكون أفضل من سيارات البنزين في كل حاجة للطاقة الشمسية وسبيس اكس في مجال الفضاء عشان حلمه الكبير ان يبعت البشر للمريخ وعرفت ان شيء واحد بس هو لخليني أنجح زي إلوم مصر وهو الشغل الكتير والاجتهاد علشان كده انا كنت متحمس جدا انا كامل شغل لدرجة ان بعد ما خلصت شغل في شركة روحت كافية عشان اشتغل تاني وكده اشتغلت تسع ساعات وباقي خمس ساعات بس خلصت شغل في الكافية وبعدين روحت البيت حسنا يا خلصت ازاي بيشتغل 14 ساعة لازم ام اكمل ما ضيعتش وقت وقمت على طول كده بقى اربع ساعات زي ما انت شايف فوق وباقينا النهاردة اشتغلت 14 ساعة كاملين الاربع ساعات الجايين دول هاسمهم بين كتابة سكريب وتصوير والشغل على الكورس بتاعي وطبعا ممكن تكون بتسأل كورس ايه الحال ان انا عملت كورسات مش كورس واحد بس خلينا من الاتنين التانيين لانهم مدفعين وانا مش عايز يبقى اعلان اما حاجة الكورس الاولاني هو كورس مجاني مليون في المية بتكلم فيه ازاي تبدأ في صناعة المحتوى ايه المعدات اللي هتحتاجها ازاي تكتب سكريب ازاي تعمل استراتيجية للمحتوى بتاعك وتبدأ على اي منصة وكمان ازاي تتكلم قدام الكاميرا بكل طلاقة او عايز تاخد الكورس ده اللي هو فري 100% هتلاقي اللينك بتاعه تحت عدت اشتغل وكانت تركيز عالي جدا تقريبا ده من اكتر الايام اللي اشتغلت فيها في حياتي الراجل ده مش نجح من فراغ وكنت بدأت احس بالتعب واني مش قادر اكمل شغل نهائي وطبع كان لازم اشرب حاجة تفوائن شوية دي كده رابع كباية قهوة النهاردة كده لحد دلوقتي اشتغلت 13 ساعة وبقى ساعة واحدة بس وكن خلصت شغل النهاردة تقريبا دي من اكتر الايام اللي انا اشتغلت فيها وتقريبا ايلو ماسك مش بيعمل حاجة في حياته غير انه بيشتغله بس وبصراحة انا شايف انه استحق انه يكون اغنى رجل في العالم لو ده انظم حياته كل يوم طبعا انتوا اكيد دلوقتي عمالين بتقوله هو قاد ده كله قصم بيشتغل ايه على اللابتوب بس انا شغلي كله على اللابتوب انا اولا اشغال في مجال ديشتال ماركتينج فكل شغلي حرفيا على اللابتوب والموبايل بس غير صناعة المحتوى كلها على اللابتوب ان انا بتابع مع التيم غير الوبسايت بتاعي غير الكورسات غير كل حاجة بس عن طريق اللابتوب ده فانا قاعد باشتغل بجد مش بلعب تمام كملت شغل واخيرا خلصت الى 14 ساعة نظام الروتين ده للناس اللي مهووسة بالشغل وبس لان قبل كده جات لفترة كنت مهووس جدا بالشغل اصحى اشتغل اروح الجمه اشتغل في الشغل اشتغل وانا بتغد اشتغل لما اجي انا ما اشتغل كنت اعمال اشتغل ليل النهار فانا فاهم اول اي ايلون ماسك بيعمل كده لانه ببساطة مهووس بالشغل جدا وبعد ما ايلون ماسك بيخلص شغله لازم يقرأ في كتاب كل يوم الكتاب ده من افضل الكتب اللي ممكن تقرأه في البيزنس واسم الكتاب تراكشن او جاذب العملاء بالعربي الكتاب ده هيساعدك جدا لو انت بتبدأ في اي بزنس وهيعرفك ازاي تعمل سيستم للبيزنس بتاعك وازاي تدير البيزنس والموظفين اللي عندك كل ده باستخدام السيستم اللي موجود جوا الكتاب ده ولو انت عايز تنجح في اي بزنس ارشح لك وبشدة ان انت تقرأ الكتاب ده الاول ممكن تقرأ منه كمان النسخ العربي فعلا استحق حقيقي الكتاب ده غير حياتي وقدرت من خلاله اعرف اعمل بزنس ناجح وعرف ادير التيم بتاعي بعد ما كان شغلي عشوائي جدا وما فيش نظام والسيستم يحكم نظام العمل وللاحظته ان معظم نجال الاعمال لازم يقرأوا قبل النوم لان ده بيساعدهم على الاسترخاء خلصت اقراءه ودخلت انام الساعة 12 بالليل وتقييم الروتين هو منحيس جودة النوم 8 من 10 لانه بينام كل يوم 7 ساعات كاملين ومنحيس سهولة الروتين 8 من 10 الروتين كله عبارة عن شغله ومحتاج انضباطه والتزام عليه جدا اما منحيس الانتاجية 9 من 10 وده لاني انتاجت كتير جدا في اليوم ده تريبا اكتر يوم اشتغلت فيه والاستمرارية عليه 8 من 10 لانه صعب شوية الاستمرار عليه ومحتاج قوة انضباط جبارة وهل مناسب ليه ولا لا 9 من 10 لانه قريب جدا من روتيني لانه بيشتغل كل يوم قبل ما اروح الشركة ولما اروح ولكن المشكلة الوحيدة انه مفيش جيم ويبقى التخييم النهائي الروتين 8 ونص من 10 سبسكرايب